السلام عليكم ورحمة الله وحشتوني احلى متابعين ان شاء الله النهاردة هنشرح في الفيديو ده ازاي عملنا وحدة تنفع تكون دينا الرمضان هنعمل منها عدد وهنعلقها مع بعض بغرزة السلسلة من 3 الوان وسهلة جدا يلا بينا نشوف عملناها ازاي بس سيرت قبل ما نبدأ لايك حلو ازاي كل الفيديو ده واشتراك في القناة فعلي الجرس على الكل ويلا بينا نشوف عملناها ازاي هبدأ باول لون هعمل عقد البداية وبعد كده هشتغل 4 سلاسل هروح لاول سلسلة عملتها وهقفل بمنزلقة بعد كده هرتفع واحد سلسلة وهنرجع في منتصف الاربع سلاسل اللي احنا قفلناهم وهنعمل 9 غرز حشو بعد ما خلصنا التسع غرز كده اللون ده دورونتها هدخل كده في اول غرزة عملناها في التسعة وهبتدي اسحب منزلقة باللون رقم 2 للسطر التاني هنرتفع 3 سلاسل 1 2 3 هناخد لفتين على الابرة وفي نفس المكان اللي احنا واقفين فيه هندخل ونعمل عمود بلفتين العمود بلفتين بيتقفل على 3 مرات كمان لفتين على الابرة وفي نفس المكان هنعمل عمود بلفتين بعد كده هنرتفع 3 سلاسل 1 2 3 وهنرجع لأول سلسلة عملناها يعني هنعد من فوق 1 2 3 وهنيجي في اللفة اللي هي المنفردة اللفة العلوية دي وهندخل نعمل منزلقة بعد كده هناخد لفتين على الابرة وفي الغرزة اللي بعدها هندخل ونعمل عمود بلفتين وكمان عمود بلفتين بعد كده هناخد 3 سلاسل 1 2 3 وفي نفس المكان هندخل ونعمل منزلقة وبكده نكون خلصنا أول ورقة شجر في السطر التاني وده شكلها بعد كده هنحتاج نعمل مسافة يعني ايه مسافة؟ هنتخطى الغرزة دي بان احنا نطول اللفة اللي على الابرة بالشكل ده علشان نتخطى الغرزة دي وندخل في اللي بعدها هدخل في الغرزة اللي بعدها وأعمل منزلقة بعد كده هتكرر نفس الخطوات اللي عملناها في أول ورقة شجر اللي هي 3 سلاسل عمود بلفتين لفتين على الابرة كمان عمود بلفتين في نفس المكان بعد كده هنرتفع 3 سلاسل وهنرجع لأول سلسلة عملناها وهنعمل فيها منزلقة بسن الابرة كده نحاول ندخل فيها لان طبعا الدخول فيها بيكون صعب شوية لانها مش واسعة ونعمل منزلقة في الغرزة اللي بعدها هنعمل عمود بلفتين احنا وقفين في غرزة هندخل في اللي بعدها عمود بلفتين لفتين على الابرة في نفس المكان كمان عمود بلفتين بعد كده 3 سلاسل وهندخل في نفس المكان ونعمل منزلقة في نفس الغرزة يبقى ورقة الشجر بتتعمل في غرزتين وده شكل الورقة التانية هكرر نفس الخطوات هعمل المسافة اللي احنا اتفقنا عليها بنطول اللفة اللي على الابرة علشان نتخطى غرزة وندخل في اللي بعدها هنعمل منزلقة وهكرر نفس الخطوات انا هنا خلصت ورقة الشجر التالتة مش فاضل غير ان احنا نعمل المسافة الاخيرة هوسع اللفة اللي على الابرة وهتخطى غرزة وهروح لأول غرزة اشتغلنا فيها وهعمل منزلقة كده الخط ده كمان دوره انتهى وهنبتدي نشتغل بالخط رقم 3 هاجل اي 3 سلاسل من اللي هم في النص في ورقة الشجر من المنتصف وهبتدي اعمل عقد التسبيت كده او غرزة تسبيت وبعد كده هرتفع 1 غرزة وفي نفس المكان هعمل غرزة حشو بعد كده هناخد 6 سلاسل 1 2 3 4 5 6 وهمسك بس السلاسل علشان ما تلفش مني وهاخد لفة على الابرة وهاجي هنا في المسافة اللي عملناها بين الورقتين وهندخل نعمل عمود بلفة بالشكل ده بعد كده هنعمل 6 سلاسل 1 2 3 4 5 6 وهنيجي في الثلاث سلاسل في منتصف ورقة الشجر وهنعمل غرزة حشو ده الشغل اللي احنا هنكرره يعني 6 سلاسل عمود 6 سلاسل حشو عمود في المسافة بين ورقتين الشجر وكمان 6 سلاسل 1 2 3 4 5 6 وهنعمل حشو في منتصف ورقة الشجر ده السطر رقم 3 6 سلاسل عمود بلفة في المسافة بين الورقتين 6 سلاسل وهنيجي لأول غرزة حشو عملناها اللي هي دي وهندخل ونعمل غرزة منزلقة وبكده يكون السطر ده كمان خلص وده شكل الشغل بتاعنا لحد دلوقتي السطر اللي بعده هنرتفع واحد سلسلة وفي نفس المكان هندخل ونعمل غرزة حشو بعد كده هنرتفع تلت سلاسل وفي نفس الغرزة كمان هنعمل واحد حشو وهنسمي ده الكورنر بعد كده هناخد ثلاث سلاسل وهنتخطى غرزتين واحد اتنين وفي الثالثة هندخل ونعمل غرزة حشو بعد كده هناخد كمان ثلاث سلاسل وهنسيب غرزة واحدة بس ونعمل في اللي بعدها حشو بعد كده ثلاث سلاسل واحد اتنين تلاتة وهنتخطى غرزة والعمود وكمان غرزة وفي اللي بعدها هندخل نعمل حشو بعد كده هنعمل ثلاث سلاسل واحد اتنين تلاتة وهنسيب غرزة واحدة بس ونعمل في اللي بعدها غرزة حشو لحد كده تمام بعد كده هنرتفع واحد اتنين تلاتة وهنسيب غرزتين وهنيجي هنا في المنتصف في غرزة الحشو وهدخل اعمل حشو عشان نعمل كمان كورنر من هنا هنبتدي نكرر الخطوات زي ما بدأنا هنا بالزبط يعني الكورنر حشو تلاتة سلسلة حشو وبعد كده شغل السلاسل هو هو انا دلوقتي عملت حشو هكرر الخطوة دي تلات سلاسل حشوه في نفس المكان كده عملنا تاني كورنر بعد كده هكرر نفس الخطوات من السلاسل تقدروا ترجعوا الفيديو من اول الدقيقة خمسة و تلاتة وشر ثانية كمان هحطها لكم في اول كومنت ومثبت في الكومنتات علشان تدوسوا عليها توصلوا لها بسهولة وهنكررها مرتين انا هنا قررت شغل الكورنر وكررت كمان شغل السلاسل وعملت اخر تلات سلاسل علشان نقفل للسطر ده هنيجي هنا بقى لمنتصف الكورنر ده هندخل وهناخد اللفة اللي هي كانت على الابرة وهنسحبها للخلف يبقى انا دخلت من خلف الشغل وسحبت الغرزة لورا كده السطر ده خلس هنطول بقى اللفة اللي على الابرة كده علشان نرجع لمنتصف اخر تلات سلاسل عملناهم هنا وهسحب اللفة دي هرجعها تاني على الابرة وهبتدي اعمل اول سلسلة وفي نفس المكان او في نفس الفراغ هدخل واعمل غرزة حشو يبقى انا كده عملت غرزة حشو بعد كده هرتفع تلات سلاسل علشان اعمل شغل الكورنر نركز في الشغل ده علشان احنا هنكرره كمان مرتين هناخد لفة على الابرة وهندخل في الكورنر الاول ونعمل عمود بلفة بعد كده هنرتفع اتنين سلسلة هناخد على الابرة لفتين بعد كده في نفس الكورنر هندخل ونعمل عمود بلفتين هنرتفع تلات سلاسل لفتين على الابرة وفي نفس الكورنر هندخل ونعمل عمود بلفتين بعد كده اتنين سلسلة لفة على الابرة وهنعمل عمود بلفة يبقى ده شغل الكورنر اللي هيتكرر معنا كمان مرتين ده شكله بعد كده تعالوا بقى نشوف شغل السلاسل او الفراغات هنعمل تلت سلاسل وهنيجي لاول فراغ بعد الكورنر هنا هندخل ونعمل غرزة حشو ده كده اللي هيتكرر معايا على مدار الشغل تلت سلاسل حشو في الفراغ تلت سلاسل حشو في الفراغ تلت سلاسل حشو تلاتة حشو وصلنا هنا للكورنر التاني هنكرر نفس اللي احنا عملناه هنا يعني هنعمل عمود بلفة سلسلتين عمود بلفتين تلت سلاسل عمود بلفتين سلسلتين عمود بلفة وشغل السلاسل هو هو هكرر شغل السلاسل وشغل الكورنر وارجع لكم انا هنا اكررت زي ما انت شايفين ووصلت لآخر 3 سلاسل عندنا وهنروح لأول غرزة حشوة عملناها وهنقفل بمنزلقة وبكده تكون الوحدة بتاعتنا خلصت وده شكلها سهلة وبسيطة هنعمل كمان الشرشوبة بتاعتها وهنعمل حبل من غرزة السلسلة هنركب فيه عدد من الوحدات طبعا تقدروا تدخلوا ألوان كتير علشان البهجة بتاعت رمضان كل سنة وأنتو طيبين يارب رمضان يجي وأنتو أساركم بخير والعالم كله في خير وسلام بشكركوا جدا جدا بتنسوا نيشف لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل ان شاء الله نتقابل في عمل جديد شكرا لكم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته